موسيقى Face the People مع رندا عبود المرشحة عن دائرة المتن الشمالي موسيقى رندا عبود أهلاً فيك أهلاً فيك كيف تركت التيار ورحت مع المر؟ تركت هيدا دائماً كل واحد عنده الخيار وبعدين بالحياة بتصير انه واحد ممكن انه يضلع نفس المبادئ ويكون عنده طبعاً وخاصة المبادئ السيادية والحرية والاستقلال بس بيكون المسار اللي عم يختاروا أو النمط اللي عم يختاروا بيغير فيه وهيدا حق مشروع منه جريمة انك انت تفوتي ع حزب أو تظهر منه هيدا حق طبيعي لكل مواطن وفيه كون الامتصال بهيك حب وريضا وسلام وفيه كون بيشتات وكلمات كبيرة واللي أنا ما بقيدها لأنه بشعر دائماً وصلتوا حبيان انتو؟ ايه اكيد مين خان التاني انت أو التيار يعني؟ هيدا مش خياني هون مش خياني هون كل واحد أخذ يمكن وخاصة أنا لأنه فيما يعنيني أنا أخذت الخيار اللي بشعر فيه بحسب طبيعتي أنا وطبيعة استقلاليتي وتعاطية مع الناس بحسب طبيعة شغلي يمكن كمان بتأثر علي شوي اني أنا بكون عادلة مع الكل متوازية مع الكل ما بقدر كتير انضبطي ممكن أنا المشيغبة ما بعرف بقى ما بتهم حدا دائماً أنا بكون أنا ما بتهم حدا أبداً بس اني عم بتهموك أنك انت خنتيون كل حداً أفا تطلع هلأ من التيار أو ترشح على لويح أخرى متهم إنه هو خيان لا لا مانا خياني هيدا لأنه قلت أنا إنه العمل السياسي أو أي عمل بتعملي هو ضمن إطار الحرية اللي بتنص عليها الدستور نحن أحرار ما منا ببلد ديكتاتوري نحن بالعكس من شان هيك نحن حرين إنه ننتمي لأي حزب أو نظهر منه بكل حرية أنا بالنسبة إلي لازم إنه يكون دائماً بالصورة اللي أنا بقدمها دي هي السبات وهيدي ما بتعفى إنه تضلع علاقة كتير جايدة مع الناس مع الأشخاص لأن أنا عندي علاقات كتير مع مختلف الأحزاب حتى بالعكس هيدا الاحترام أول شيء ليه ما أدروا كفائتك الضيار؟ بدي أقلك إنه بالنسبة إلي العلاقة الإنسانية أهمة من السياسة لأنه السياسة عطول بتطور دائم هيدا منحكي فيها بعدين على علاقة برئيس جمهورية هيدا اللي عم تقولي عنها الإنسانية بس ليه التيار ما أدروا كفائتك؟ يعني على مدى كذا دورة انتخابية كان مفترض إنه تكون مرشحة على لويحهم؟ هل قد ما بقدروا الكفاءات؟ يعني ما كان فيه مرشحين ممكن حتى بيوازوك بالخبرة والكفاءة على لويحهم؟ خليني يكون واقعية كتير لأنه بالسياسة هيدا رأى الناس اللي بيعرفوك؟ يمكن 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 ما أدروا ما بدي أظلم هيك ما بعرف أنا بجي بقول إنه بالسياسة في حسابات ودائما وأنا كمرأة بقول دائما بس هل جرب أضعف بالمعركة السياسية بقول إذا أنا رجال شو بعمل؟ لازم ضل سابتة بقراراتي ولأنه السياسة فيها أحيان طلعت ونزلات وممكن نقول ما بدي أقول فيه طرق ملتوية بالنهاية كل حزب بدو يربح يمكن شافوا إنه بيربحوا مع غيري ما بعرف أنا النتيجة لقبعدين هي بتقرف كيف بديك تضل كسابتة على مبادئك اللي عم تحكي عنا؟ أنت مرشحة مع حدا يعني تقريبا خط السياسة مختلف جدا عن خطك؟ لا شو خط السياسة؟ شو خطك أنت بالنسبة لقلو؟ أنا بالنسبة إليه وقلو أنا بالنسبة إليه أول شي نحن عتفاهم واضح أو حريطة تامة ما فيه ارتباطات بولا أي شيء أنا مني مضطرية بعدين فوت أو أنضوي بأي تكتل نيابة أو أي شيء وهيدا شيء كتير بيعنيني لأنه أنا أؤمن إنه الكتل النيابية اللي كان هالفترة المنصرمة اللي يتحدثوا عنا إنه يجب الاندواء بكتل نيابية كبيرة وهيدا الكتل هي اللي بتقدر تغير أو تقدر تعمل مفاعل قوية بالعكس الأسف بقدر أقول إنه ما قدرت تعطي نتائج لأنه منعتبر إنه الدور الدستوري للنواب بلبنان بطل موجود ما فيه ولا نياب يمارس دوره الفعلي يعني من حيث المسائلة من حيث طرح الثقة من حيث التشريح عن خدمات ودايما الطروحات ومشاريع انتخابية خدماتية إنمائية إلى آخرين صح والأسوأ إنه كمان قرارهم صار بإيد رئيس الكتلة يعني حتى إذا بدون يعملوا إذا بدون يطلعوا إطلالة تلفزيونية فيه مجموعة هيدا اللي بدأت تقرر رئيس الكتلة بقى هيدا شغلة كتير خطيرة لأنه بطلت الناس بالبرلمات تقول لا وهون ما بحسك أنت البطلت من سجمي مع التيار من هيك لا أنا ما إلا علاقة أنا عم إلك لأنه استقلاليتي أنا بالنسبة إلي مؤدسة وهيدي إلا الاحترام الأول بعتقد حتى عند الناس إنه كل إنسان بده يضال مستقل من شان هيك أخدت خياري هيدا كان واضح سمعتيلة ميشيل مرقع الرندة أجيت لعنه لا ما سمعت المقابلة معي هون قلت له كيف أخدتوا رندة من التيار اللي هي أجيت لعنه هيدا ما سمعتا بس لأ كان مش أنا ما جيت صار في عرض وطلب إيه إيه يعني خلينا منحب بعضنا قلتلك العلاقات الإنسانية مع الكل دائما مفتوحة بس صار في أكيد تقارب بوجهات النظر وكان الأمر موضوع بحث وأهم شي برجع بقول هي استقلاليتي مشان هيك أخدت الخيار لقيت استقلاليتك بهذا الليحة ليه ما جربت مثلا تتحالف مع الكتائب أو المجتمع المدني؟ رجعنا عموضوع السياسة رجعنا عموضوع السياسة لأنه أنا شخصيا بشعر نفسي أقرب من الخط اللي عم يشوف فيه الكتائب أو القوات بهالخط الوطني بالنسبة إلي أنا أقرب من دولتر رئيس المرق ومن ميشيل المرق واللي عم يمشو فيه هلأ نحن بالنسبة لإلنا أول شي لازم بناء المؤسسات أهم شي عدم المساس كمان بموضوع رئيسة الجمهورية الحكومة كذا أو التهجم لأنه هاي كلها ما بتعنينا أنت مدافعة شرسة عن رئيس جمهورية بعدين؟ بالشخصة وبموقع الرئيسة موقع الرئيسة أهم شي بالنسبة إلي لأنه نحن اليوم إذا فعلا حتى مؤسسات هلأ الانجي اوز والمجتمع المدني وهالأحزاب المستجدة اللي عم تحكي بالثورة وكذا بالنسبة إلي أنا كل دور كان وسيبقى أنه نبرني مؤسسات أنا حتى بطبيعة عملي بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة دائما بقول كل هالجمعيات الأهلية بالعالم كله مش بس في لبنان وجدت لدعم المؤسسات في الدولة وليس لتهديم الدولة من شان هيك عندي وجهة نظر أساسية هون ولا شغل نحنا كلنا منفل إنما المؤسسات بتبقى وهذا اللي نحنا كلنا عم نسعلى إله خارج هذا الإطار من شان هيك موضوع التنمر أو موضوع التوجه إلى مقامات معينة ما بيعنيني طبعا بالشخص بيضل فيه انتئادات بكتير أمور في كتير أشياء أنا ما بتعجبني فيه أشياء ناس بيشغلي الخاص ما بتعجبها ولكن لازم نضل نحترم المؤسسات هيدا أساسي كتير منيح بيبقنيك حكايت عن مؤسسات شو رأيك بيلي عم بيصير بالقضاء مثلا اليوم بالقضاء نحنا عنا قضية كتير خطيرة ومش بس مبلشة من اليوم مبلشة من أكثر من 40 و50 سنة لأنه نظرية فصل السلطات بتقول أنه نحنا لازم يكون عنا فصل جذري للسلطات لازم يكون القضاء مستقل استقلالية القضاء بيحاجة لتعديل قوانين يعني اليوم قبل بكرة لأنه مش مفترض من الشخص اللي عين هالقاضي يظل القاضي مثل ما بيقولوا مربوط فيه وهو ناطر شو بدي يجيه الأوامر وهيدي الشغلة ما بتير إلا بالانتخاب والانتخاب يكون داخلي عضوء هالشي لأنه تعينات اللي بتير بمجلس القضاء الأعلى أو بسائر مؤسسات من ضمن مجلس دستوري أو إلى ما هنالك هيدا اللي بتأثر تشكيلات القضائية والتزلف إلى السياسيين للاستحصال على مواقع محددة هي اللي بتخلي القضاء غير مستقل وهون اللي بتقع المشكلة الكبيرة بس مثلا الرئيس الجمهورية يلي عم بتدافع عنه موقفت تشكيلات القضائية يعني كان بالقليلة ما نحسس الناس هالقدة إنه فيه تدخل وهالقدة سيطرة على القضاء عم دحكة ليه؟ دحكت لأنه بقال إذا أتاكم الشاكي وقد فوقي أتعين لازم تشوف تتاني يمكن راح وطنين مش هيك؟ راح وطنين راح أقلك شو اللي كانت واللي ما حدا بيحكي فيها مجاهرة وهيدي لازم نكون فير لأنه أنا وظيفة العدل بدي أحكي فيها موضوع التشكيلات القضائية ما فين يكون ولأنه نحن بكل حزن بعدنا ببلد طائفة بتجي تشكيلات فلان طائفة معينة بتسمي قضاطة بيبقوا خالصين ما حدا بيعترض طائفة تانية كمان بتسمي القضاط بالتشكيلات ما حدا بيعترض فقط تمس التشكيلات الطائفة المسيحية وهون هيدا شي مؤسف وهيدا اللي بدنا نظهر منه نصبح مواطنين إذا نحن فعلا بدنا نبني مؤسسات بدنا نبني مواطن كي يكون ولقوا ليس للطائفة لأنه حتى الزعيم اللي عميه هلأ يلحقه ومعتقد بذاته إنه هيدا الزعيم بيحمي الطائفة هيدا بطلت موجودة اليوم اللبنانيين أمام نقطة فصل لازم يعرفوا إن الطائفة وقت الجوع وقت اللي يفقدان البنزين والمزوت وكل هالكوارس والمصارف قدرت تعمل شي طائفة نحن لو كان عندنا مؤسسات شامدة واقفة ما كنا وصلاً اللي نحن فيه لو كان فيه قضاء سليم كان بيحاسب كل الناس مثل ما لازم هيدا اللي مفقود هون لازم يكون الوعي الشعبي بالمحاسبة ونتخلى عن أنانيتنا وخوفنا من الآخر وخوفنا الطائفة لأنه الحقيقة إنه نحن لازم نضل ولقنا للوطن وليس للطائفة كنت مطروحة أكتر من مرة تكوني وزيرة عادل مشان هيك ما قدرت تكوني ما بعرف ما بعرف إذا صوتي شوي عالي بلك كمان حكي لعم تحكي هلا ما بقدر مشكلتي إني أنا بقول لا وقت اللي لازم بدي أقول لا ما بقدر شو أول عنون معقول تترحيه بمجلس النواب أول شي طبعاً على صعيد الوطني هو الاستقلالية القضاء هيدا شغلة مؤدسة وقال لا ما رح نوصل لسلام كيف تتحققها الاستقلالية بانتخاب القضاءات من الجسم القضاءة وطبعاً بالتشكيلات القضائية والرأي بالتفتيش القضاءة يجب أن يتفعل هؤلاء كلهم إذا ما كانوا موجودين يعني مرح وكل قاضح بيشعر نفسه محمي وما عم بيقوم بوجباته هيدا الاشكالية الأساسية غير عن القضاء أنت مناضلة جداً بموضوع حقوق المرأة شو ممكن تعمل المرأة بالبرلمان؟ خليني أقول لأنه هيدا كلمة كتير منسمع عن المرأة أنه هلأ وقتكم أنتم سيدات يعني شو هالمرأة موضوع المرأة مقاربة قضايا المرأة يجب أن تتم من الناحية السياسية الصرف هيدا صراحة لأنه أنا ما شفت ولا أي مرشح حكي عن هالموضوع بجرأة ما حدا قال أنه موضوع الجنسية اكتساب الجنسية هو موضوع بيتعلق بالنزوح السوري وبيتعلق باللجوء الفلسطيني بس بيخبوه بستار مرأة لا مش صحيح هذا الموضوع لأنه الرجال عم بيجنسوا هن اليوم وفيه إتجار بشر حتى بالموضوع لما أنا بشوف بيجي لعندي على المكتب رجال عمره 45 أو 50 سنة عم يتزوج بنت عمره 14 سنة وبينظم وكالتها أهله يوافقولة يعني شو هيدا هيدا مش إتجار بشر هيدا مش تجنيس مقنة هيدا دستوري بيكون لأنه رجل ولأنه هيدك مرأة لا هيدا مش صحيح بس هالمقاربة ما حدا عم يتجرق يقولها لم تحكي عن مكتومي القيد شو عم تكون تسجيل السوريين أو عدم تسجيلهم شو عم بيصير بلبنان مين عم يحكي بهالموضوع مين عم يحكي بوضعهم بلبنان لم تحكي عن قضايا إذا بدنا الزواج والطلاق والحضانة والحراسة المشاهدة القرص كل هالموضيع مش هودة أنون أحوال شخصية موحد وأنه كل هالقوانين الطائفية للأحوال الشخصية لكل طائفة لأنه لأسف لدينا بلبنان امرأة سنية وامرأة شيعية وامرأة درزية ما عنا مواطنة ما عنا مواطن حتى واحد تصوري لأي درجة هالموضوع لازم أنه يكون ثابت عنها بس للأسف ولا حدا من المرشحين بيطلع بيحكي عن هالموضوع وبيقارب هالموضوع مش مقاربة مرأة هاي مقاربة تغيير النظام لحالك شو بتقدر تعملي بهيدا الشي يعني كان فيه كتال نيابية كبيرة مرات طالبه وكان فيه مطالبات يعني هي ما بتخلص كيف تقدر يتحقق هيدا الشي قلتلك أنه الكتال الكبيرة كمان فشلت ما حقق التقدم يعني فإذا نحنا بالمقاربة الشخصية لازم نضل لأنه ممكن أنك تأنعي الآخر شوي شوي وهيدا التغيير بده يصير طبعا مش رح يصير بليلة وضحاها بده يكون فيه إقناع وعم تتحسن الأمور لأنه حتى بالطواقف الكريمة في كتير مثلا طائفة درزية رفعت سن الزواج طائفة سنية رفعت سن الزواج يعني فيه تحفيز من جو بس نحنا بنساعد في كتير قوانين أقرينها كان ما حدا عم يفكر فيها مثل موضوع العنف الأسرة والتعديل اللي صار عليه هلأ بالنسبة لوقت اللي بالضهر المرأة المعنفة من البيت صار فيك الضهرية الضهر الولد اللي عمره تحت 13 سنة معه من البيت وهيدا بقرار مش من المحاكم الروحية أو الشرعية أو المذهبية بس من المحكمة المدنية فإذا بلشت الأمور تتطور من شان هيك أنا مني حالمة أنا بيجي بقول أنه هناك قضايا صغيرة ممكن نشتغل عليها مثل مثلا قانون الزواج المدني الاختياري أنا ما بيجي بقول أنا بدي غير كل القوانين منظومة الطائفية قوانين الأحوال الشخصية التابعة للطواقف أنا بيشتغل على قانون واحد إذا أنا مشي هيدا القانون رح الناس اللي هي بدها تختار الزواج مدني صارت عم تخلق كتلي أكبر وصارت بحاجة لتشريعات أكبر وهون بتصيري تمشي شوي شوي وتكبر كرة السلج لعضوها بينجبر مجلس النواب الكريم أنه يشرع لحل قضايا هؤلاء قدي بتحسي عن جد أنه بمجتمعنا في ناس متعاطفة وفعلا قادرة أنه تكون موجودة مع هيدا القضايا وقدي عندك حزوز من ورا هيدا الطروحات أنك تفوت على البرلمان الحزوز بقدر أقول لحد هلأ أنا ما بدي أحكي بالحزوز أنا بدي أقول أنه بعضنا بإطار الوعي لازم أنه يكون فيه وعي اجتماعي وخاصة بعول بالناخبين تبعي بالمثل لأنه اليوم كل اللي أجوا أخدوا فرصهم جربوهم ما بعرف عبدوا يعطوهم مهلة إضافية ما بعرف ده بيقدر شعبي ضاين وخلينا نحن الكل بيكبروا طروحاتهم كتير يعني بيطلع كمان بيصيروا ينظرونا بالسيادة أو بالفساد وهو يعني بكل أسف مستشري الفساد وينما كان نحن بحالة صحوة صحوة ضمير لكل مواطن أنه يقول لا أنا بحاجة أنه اتجرق وغير اتجرق وغير تجرب يا أمي خلاص ما جربتهم كلهم شو صار معنا إذا بعد لحد هلأ ما أخد نتيجة من شان هيك هون بيجي بقول أنه أنا أعول جدا على الوعي الشعبي إذا هيدا الوعي الشعبي وعالناس الصامتة لأنه الحزبيين بعدهم أنا ما بقرب عليهم لأنه أنا مؤمنة أنه هو مؤمنة أنه رئيس حزبه هو اللي بس بيخلص لبنان أو رئيس الطائفة هو اللي بتتمسك فيها وبتحميها علما أنه كل هالواقع اليوم أكبر مثال يعني بين قصة المصارف والكهرباء والماء وكل الإنترنت كل التفاصيل طبابة ما بقى في شي يعني كأنه نحن بحالة شوت داون للبلد عم نطفي نرجع ندوره عن جديد طيب هلأ بتكون دوره عن جديد بهالانتخابات إذا قدرت وأنا بعتقد أنه ما رح يكون حالة شعبية جارفة إلا إذا ضلينا نشد على هالوعي طيب إذا قدرنا نغيره ولو عشرين بالمية هيدا بتكون الخميرة اللي بتبلش فيها الخميرة اللي بتبلش فيها أنك ترجع تجدد وخميرة ودخول المرأة والشباب إلى البرلمان لأنه المرأة تصنع سلام بلا تصنع تفاوض من هيك قلتلك أنه أنا بشتغل عموضوع المرأة مش بس من الناحية السياسية لأنه هي شريكة شريكة بالمجتمع شريكة بالعائلة شريكة بالاقتصاد بألمانيا من بعد الحرب العالمية التانية من بعد موت كل هالجنود مين اللي ضحها توقف الاقتصاد الألماني اللي يعتبر من أهم اقتصادات العالم المرأة كنت تشتغل بالمصانع رندا أنا أتمنى لك توفي وأنت عن جد مثال للمرأة الجريئة والقوية وعندك كل الخبرة والكفاءات تتكوني بالبرلمان رح ننطرت نشوف بعد لانتخابات شكرا لحضورك مانا شكرا لإليك وعاستيضافتك الحلوة الكريمة مثلك دايما شكرا للمشاهدة